نظام مركز سنمية المواهب احتفالاً بذكرى التسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر بمشاركة كرة للأطفال والشباب على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ويأتي ذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المستمرة طول الشهر لإحيائي هذه الذكرى الغالية بعدد من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها نعم أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر هذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين والعرب أيضاً التي سطرها أبطال القوات المسلحة بأحرف من نور وسطروها بدمائهم لتظل هذه الذكرى محفورة في وجدان الشعوب حتى وقتنا هذا نتابع معكم من داخل دار الأوبرا المصرية الاحتفالات التي تقيمها دار الأوبرا على مدار هذا الشهر احتفالاً بهذه الذكرى الغالية هذه الاحتفالات التي بدأت اليوم بحفل لكرال الأطفال والشباب التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية عدد كبير من الأصوات الشابة وعدد كبير من الأطفال سيقدمون باقة من الأغاني الوطنية مثل مصر التي في خاطري أحلف بسماها بسم الله هذه الأغاني الوطنية والتراثية التي ستقدم اليوم على المصرح المكشوف احتفالاً بهذه الذكرى الغالية هنا في المصرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية أجواء من الفرحة وأجواء من الفخر والاعتزاز والنصر بهذه الذكرى الغالية الجمهور هنا يشارك الأطفال ويشارك الشباب في الاحتفال بهذه الذكرى بقيادة الفنان عبدالوهاب السيد المدير الفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية أيضاً عندما تحدثنا مع الجمهور المشارك في هذه الاحتفالية أكدوا على فخرهم واعتزازهم بهذه الذكرى وأنه من الجميل أن يحيي هذا الحفل هذا الجيل من النشأ من الأطفال والشباب الذين يعبرون عن فخرهم واعتزازهم ويتدرسون عبر التاريخ هذه الملحمة الوطنية التي سطرها الجيش المصري أجواء أيضاً هذه الاحتفالية سيكون خلالها عرض يعني فيلم عن يوثق طبعاً البطولات بطولات حرب أكتوبر وسيكون أيضاً خلال الاحتفالية فيديو لإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فبالتالي هي ليلة فنية مليئة بأجواء الفرحة والفخر والنصر على رأس هذه الأجواء هؤلاء الأطفال الذين يقدمون باقة من أجمل الأجاني التراثية والأجاني الوطنية دار الأبرة المصرية ستستمر طوال هذا الشهر في تقديم كل الاحتفالات على مسارحها المختلفة سواء نتحدث في دار الأبرة المصرية في القاهرة أو عبر مسارحها في دمنهور وفي محافظة الإسكندرية وكما تحدث إلينا أيضاً الفنان عبدالوهاب السيد أنه سيكون هناك عدد كبير من الاحتفالات الفنية الخاصة بذكرى انتصارات أكتوبر في جميع المحافظات المصرية لاحتفالاً واحتفاءاً وفخراً بهذه الذكرى الغالية هذه هي الصورة من داخل دار الأبرة المصرية ومن داخل المصرح المكشوف نقلناها لكم على الهواء مباشرة كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى